جنرال موتورس استدعت أكثر من مليون ونصف سيارة لأنها قد تفقد بشكل غير متوقع نظام التوجيه المعزز آلياً وبذلك يرتفع إلى أكثر من 6 ملايين عدد المركبات التي استدعتها جنرال موتورس منذ بداية هذا العام من بين المركبات التي استدعيت أكثر من مليون و300 ألف في الولايات المتحدة وحدها عملاق السيارات الأمريكي قال في بيانه أنه يمكن الحفاظ على مراقبة التسيير لأن السيارة ستعود إلى التوجيه اليدوي ولكن ستكون هناك حاجة جهد أكبر من سائق السيارة بسرعات منخفضة والتي يمكن أن تزيد من خطر وقوع حادث